ترجمة نانسي قنقر المصاحبة للمعرض من استقطاب للجماهير ينطوي معرض البحرين الدولي للطيران على العديد من المكاسب والعوائد الاقتصادية والاستثمارية حيث يتيح المعرض فرصا جديدة واستثنائية في مجال صناعة الطيران الذي يساهم بنحو ثلاثة تريليون دولار ما يمثل أكثر من ثمانية بالمئة من الناتج العالمي وقد أصبح معرض البحرين الدولي للطيران بالفعل إضافة مهمة لرفض وتنمية الاقتصاد الوطني حيث يساهم في تنشيط القطاع السياحي والحركة الاقتصادية عموما من خلال زيادة معدلة إشغال الفنادغ والمطاعم بالإضافة إلى كونه أحد عناصر المنتج السياحي المتنوع في مملكة البحرين فضلا عن تعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات كرافد مهم للاقتصاد الوطني ويسهم معرض البحرين الدولي للطيران 2024 في جذب المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال عقد الصفقات الكبرى في غطاء الطيران والخدمات اللوجستية كما تجسد مشاركة مختلف الشركات العالمية الكبرى علامة على الثقل والسمعة العالمية الرائدة التي بات يتمتع بها المعرض لا تقتصر عوائد المعرض على الجانب الاقتصادي والاستثماري فحسب إذ تمتد لتشمل كذلك الجانب العسكري إذ يتيح المعرض فرصا كبير لتعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الأسلحة والتقنيات الحربية كما يوفر المعرض منصة علمية للباحثين والمهتمين بعلوم الطيران والفضاء ويتوج هذا النجاح بالزخم والاهتمام الإعلامي الواسع من قبل وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية الذي من شأنه أن يصلط الضوء على الإنجازات التنموية التي تحققها مملكة البحرين في مختلف القطاعات ويسهم بالتالي في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق منافع إضافية للاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر